بسم الله الرحمن الرحيم مع كارزة العظيم من كروز السنة كنت قلت لحضراتكم في درس سابق عن الفضل العظيم لقراءة المعاوذاتين والذي لا أعلمه أكثر الناس أكثر الناس عارفة أن قراءة سلطة المعاوذاتين ثلاث مرات صباحة وثلاث مرات مساء بتدفع عنك الحسد والعين وتحفزك من كل شر وسوء ومكروه وهي سنة تقرأ ثلاث مرات صباحة وثلاث مرات مساء لكن محدش يعرف إلا قليل من الناس الفضل العظيم الذي رواه الإمام الثعلبي في كتابه الكشف والبيان والإمام الزمخشري في كتابه الكشف والإمام الواحدي في الوسيط والإمام الشجري وغيرهم كثير من الأئمة من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس نواة عبد الله بن عباس نقلا عن أبي بن كعب أعلم الصحابة بفضاء القرآن وخبايا وأسرار القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي أقرأ الناس أو أعلم الناس بالقرآن أبي بن كعب رضا الله عنه فسيدنا أبي بن كعب يقول رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ المعوذتين كأنما قرأ كل كتب السموية التي أنزل الله صلى الله عليه وسلم على أنبيائه في رواية صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى أنبيائه يعني بقى المعوذتين كأنه قرأ مية واربع كتاب. ربنا سبحانه وتعالى والحديث ده صاحаешь بن حبان. من حديث ابي ذال الغفاري. الحديث ابي ذال الغفاري سال خمسين على شيس. شيس ده ابن آدم عليه السلام. شيس كان نبي ابن آدم ربنا نزل عليه خمسين صحيفة. وابنه اخ نوخ كان نبي برضه وربنا نزل عليه اربعين صحيفة. نزل عليه آآ ثلاثين صحيفة. وعشرة صحف موسى طوراة. وعشرة صحف ابراهيم. يبا كده مية. والطوراة والانجيل. والزبور والقرآن. يبا كده مية واربعة. يبا اللي بيقرأ. اللي بيقرأ سورة المعوذاتين. وخلاصا ان هي محتسبة للاجر. يعني محتسبة للاجر. يعني يكون عارف السواب. ويقرأ المعوذاتين. ايمانا واحتسابا ان ربنا يدي له هذا السواب العظيم. ان هو كان ممكن ان يقرأ الكتب السماوية المقدسة التي نزلت على جميع الانبياء. اللي هم مية اربعة كتاب دول. طيب. كنت قلت حضرتك بكده في الحديث الصحيح. ان اللي بيقرأ في الرقعتين. في الرقعة الاولى سورة الكافلون. في رقعة تانية بيقرأ سورة الاخلاص. يخرج من ظلوبه كما تخرج الحية من سلخها. الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج من ظلوبك كما تخرج الحية من سلخها. قلت حضرتك قبل كده. اقروا سورة الكافلون وسورة الاخلاص في الراقعة التانية تلت مرات. تحسنين هذا السواب. دخلت فضل على ان اللي بيقرأ سورة الكافلون في صلاة بيكتب له براعة من الشرك. واللي بيقرأ سورة الاخلاص ايضا في الصلاة. يزداد معرفة وامانا بالله. فحنجمع من الفضلتين. ليه? الرسول على سنة الف الحديث. يقول السيدنا عقبة بن عامر. يا عقبة يا ابن عامر. لن تقرأ صورة لن تقرأ. صورة احبوا الى الله. وابلغ من قل اعوذ برب الفلق. وقل اعوذ رب الناس. لان استطعت ان لا تدعهما في صلاة فافعل. يعني يقول النبي سعلى سنة بيقول سيدنا عقبة بن عامر لو يدرت انت ما تسيبهمش في اي صلاة خالص ما تسيبهمش. فيبقى على الاقال في النافلة. يبقى ليك بقى من الفضلتين. كل ما تسأل لك حتهم الخفاف. قش المسجد. ركعتين تحية المسجد. اقرأ في الاولى الكافرون. وفي رأة التانية اقرأ الاخلاص وعادة نقرأ المعوذتين. او ممكن تقرأ الكافرون في ركعة الاولى ومعهم الاخلاص ثلاث مرات معاين في ركعة التانية المعوذتين. زي ما انت عايز. المهم لا تخلو اسألاته كالنافلة من المعوذتين. ركعتين تحية المسجد. اه الراكعتين الخفافة اللي بتصلوا في قيام الليل في اول في اول الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا قام احدكم ليصلي من الليل فليبدأ برقعتين خفيفتين. اه الراكعتين اللي انت بتصليهم في سنة المغرب. الراكعتين اللي انت بتصليهم في سنة الفجر. انا قلت تانية بيقرأ صوت الاخلاص خمسناشر مرة. ربنا رب العامي سبحان علي يا ابني له الفين الف قصر في الجنة. فحط معاهم صوت. حط معاهم اه المعوذتين. يبقى كل ما تصلي لها كتن خفاف. حط المعوذتين. ان استطاعت على قد ما تقدر. ليه? لان هتحصل الصحاب العظيم. تصور حدد اكمل حسنة اللي المسلم ياخده. لو ربنا تقبل. وكان عنده وكان عنده اخلاص واحتسب الاجر ايمان وحسن. وخدت ثواب قراءة الجميع الكتب السماوية. المية واربعة كتاب. دي بقى انا هعمل السنة دي. وانا باخلاص. وانا محتسب الاجر. يعني انا بقى معاوذتين بش بس عشان تحميني من الحسد ومن العين ومن كل ما كروه وشر. لا. ده عشان اخد ثواب قراءة مية واربعة كتاب. وما بلغاه فضيلة على الله. فعملها ايمانا. ورجاءا للثواب. اعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك. كما راه الامام احمد وحسن الحديث. وراه الامام الحبان وحسن الحديث وغيره. فنحتسب هذا الثواب العظيم. وحاول ما تسيبش اي ركعتين خفاف. سواء كان بعد في صندة المغرب. صندة الفجر. في تحية المسجد. في قيام الليل. مع قراءة صوت الاخلاص والكافرون. اقرأ الموزتين. الكافرون الاخلاص. تخرج من دلوبي كما تخرج الحياة من سلخيها. والاخلاص. ما حصل هذا الثواب العظيم. اللي هو. طبعا معروف ان صوت الكافرون تسوي ربع القرآن. صوت الاخلاص تلت القرآن. يبقى هاخد ثواب القرآن كله. لو كنت على طهارة وعلى وضوء. هيتبنال بصوت الاخلاص بكل واحدة قصر في الجنة. اه او اكتر. وكذلك المعوزتين يبقى سواب عظيم جدا. اه انا هكتب لكم الكلام ده في الوصف. اشتركوا في القناة. كل قولي هذا. استخفى الله.